طيب برضو من ضمن الحاجات اللي حابين نعرفها لحضراتكم والحقيقة اليومين اللي باتوا دي كانت حاجة لافتة للأنظار يعني شهدت زيارة من ديفيد جراهم الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع هو أسرة وزاره مصر وزاره كتير من المعالم السياحية الموجودة في مصر وطبعاً والأثرية بطبيعة الحال والحقيقة أنه هو أشاد جداً بالبنية التحتية المصرية بشكل عام والبنية التحتية الرياضية بصفة خاصة وأكد أن كل الأماكن السياحية اللي موجودة عندنا أو المناطق المطلة على النيل كلها مهيئة بالكامل لاستضافة البطولات الدولية في مجال الشراع وبالمناسبة مصر كانت حصلت بالفعل على موفقة الاتحاد الدولي لأنها تستضيف البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 واللي بالمناسبة حتقام خلال الفترة من 1 وحتى 9 ديسمبر المقبل وده طبعاً حدث في منتهى الأهم نين